مشاهدين الكرام حيكم الله نلتقي بكم مجددا في هذا الفيديو الجديد الذي سنتناول فيه موضوع ملاعب تداريب الملحقة لملعب ابن بطوطة بطنجة بمناسبة احتضان مونديال الانديا في هذا الفيديو سنحاول اننا نركز على ملاعب التداريب حيث انه تم الاعداد والصيانة ديال ثلاثة ملاعب ملحقة وتم تجهيز ديالها بالعشب الطبيعي المناسب لمعايير الالتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نشاهد انه تم تغطية ديالها بالبلاستيك لحفاظ عليها من عوامل المناخ لتكون في واحدة جهوزية تامة عند انطلاق المونديال نشاهد انه هناك اربعة ملاعب ملحقة لكن احد الملاعب غير خاضعة للشروط الفيفا يعني الالتحاد الدولي لكرة القدم كول العشب دياله استيناعي سانتيتيك وهذا ما سوف ترفض ذلك شيء لماذا سوف نستغناء عنه وسيتم استفادة فقط من مرافق دياله يعني غرف تبديل الملابس وغرف الاستحمام غرف المدربين وغرف الفيديو وغرف التقام الطبيع كنشوف انه تم تجهيز دياله والاصلاح دياله يعني تعرفت الاشغال والاصلاحات لتكون يعني واجدة ووفق الشروط دياله للفيفا يعني ما الانديالي غيجي وتدربوه غدي يعني يخصوا محتاجوا فين غاية يعني غرف تغير البلابس يعني فقط غاديستفدو غير من المرافق ديال هاد الملعب هذا اما الملعب غاديش يستفدو منه بحكم انه يعني ما فيه العشب استيناعي يعني ما غاديش يقدروا يتدربو فيه الان مشاهدين الكرام ودي نحاول انتقل للملعب التالت للتداريب باش نحاول نصوروا ليكم حتى هو باش تشوفوا يعني حتى هو يعني تم تغطية دياله بالبلاستيك يعني الحفاظ عليها من يعني من الامطار وعوامل المناخ اللي تقدر تؤثر على العشب دياله يعني سوف تاوي تم تزويد دياله والتجهيز دياله باعشب طبيعي كيف ما كتلاحظوك نحاول نزوم هنا باش نشوفوا الوضعية ديال ملعب التداريب هذا اصلا يعني في الايام العادية مخصص لالعب القيوة وتم يعني تجهيز العشب دياله يعني باش يكون يعني مخصص حتى هو التداريب هذا ملعب ملعب الكبير بطانجة يعني ملعب نبططة يعني يقع بالقرب من هاد الملعب الملحاقة كتلاحظو يعني الملعبي الاخرين ديال التداريب حتى هم كي يعني حضا بعدهم والفرق ما بين الملعب الثالث يعني كين هاد الملعب اللي كيلوست يعني هو اللي يعني تم استبعاد دياله بحكم انه يعني العشب دياله غير موافق للمعايير ديال الفيفا كون يعني العشب دياله استيناعي